استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمانة بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مطار الرئاسة بأبوظبي بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمانة في مختلف المجالات كما تم تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك